أهلا بكم مشاهدين الكرام إذن البداية مع أبرز العنوين التي تصدرت الصفحة الأولى للجزيرة نت هذا الصباح أكثر من ألف قتيل في العراق خلال شهر يناير الماضي بدأ التصويت في انتخابات تايلند وسط الطرابات وإنقاذ ألف شخص حاصرهم الجليد في سربيا مائة وخمسة عشر قتيلا في قصف بحلب وتقدم للمعارضة وطهران تتمسك بأبحاث أجهزة الطرد المركزي وكهل تونسي يضرم النار في جسده في صفحة المعرفة وتحت عنوان هذا يوم آخر من أيام تونس كتب راشد الغنوشي لا يمكن أن ينجح حوار في مناخات مدلهمة بالشكوك ونعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة واعتماد خطاب سياسي وإعلامي يشيطن الآخر ويحرض عليه ويسعى جاهدا لإقصائه وتدميره يقول الغنوشي أنه كان يمكن للنهضة أن تمضي مع حلفائها ومع المستقلين إلى استكمال المسار الانتقالي ولكنه سيكون دستورا لبعض التونسيين وليس لجميعهم ويتعمق في الشرخ المجتمعي ثم ينقسم البلد يشير في هذا المقال أيضا إلى أن التوافقات المتوصل إليها هي أصيلة وغير مغشوشة بمعنى أن فيها ربحا لجميع التونسيين وأن الطرف الأقوى هو من قدم تنازلات أكبر بما يجعل المعادلة لا تتقوم بطرف رابح وآخر خاسر وإنما الجميع هم رابحون على حد تعبيره في صفحة تقارير وحوارات أعد مراسل الجزيرة نت من مدينة القنيطرة السورية تقريرا تحت عنوان الحر قرب الشريط الحدودي السوري الإسرائيلي يسلط هذا التقرير الضوء على تحفظ النظام السوري عن استخدام أسلحته الجوية ضد كتائب المعارضة المقاتلة قرب الشريط الحدودي وإيضا يسوق شهادات من مقاتلين في الجيش الحر الذي أحرز تقدما في مدينة القنيطرة الحدودية مفاد هذه الشهادات هو أن الجيش الإسرائيلي هو من يقوم بطلعات استطلاعية فوق الأماكن التي انتزعها مقاتلو المعارضة من النظام في التقرير أيضا قصة يرويها أحد قادة ألوية المعارضة وهي عن جندي سوري نظامي فاجأ الجميع عندما أطلق النار على دورية إسرائيلية وانشق عن جيش النظام فأسدى بذلك خدمتين لمقاتلي المعارضة الأولى هي التحاقه بمقاتلي المعارضة والثاني أنه استفز الجيش الإسرائيلي الذي أطلق صاروخا على سرية النظام التي كان يعتبر من ضمنها الآن إلى صفحة الأخبار الدولية واستعراض سريع لأبرز عنوينها إذن طهران تتمسك بأبحاث أجهزة الطرد المركزي تعهد إقليمي بدعم القوة المنتشرة في أفريقيا الوسطى إيران تتسلم أول دفعة من أرصدتها المجمدة معارضة أوكرانيا تحذر من تدخل الجيش انطلاق حملات مرشحية الرئاسة في أفغانستان وخلافات بين روسيا والنيتو في مؤتمر ميونيخ أخيرا في صفحة المنوعات حقق معمر فرنسي يبلغ من العمر مئة وعامين رقما قياسيا بعدما قطع بدرجته الهوائية سبعة وعشرين كيلو مترا في ساعة واحدة هو بذلك يحطم رقمه القياسي السابق عندما قطع أربعة وعشرين كيلو مترا ومئتين وخمسين مترا في ساعة واحدة أيضا الغريب أن المسن هذا واسمه روبرت مارشان كان قد أقلع عن رياضة ركوب الدراجات في سن العشرين ثم عاد إليها ولكن بعد أن مات كل الذين نصحوه بالتخلي عن هذه الرياضة تمنياتي لكم بالصحة والعافية دائما للمزيد عن هذه الأخبار زوروا الجزيرة دوتنيت الآن عودة إليك مريم شكرا جزيلا لك محمد